السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكي أننا من التلفزيون المصري بنتشرف أننا نكون مع حضراتكم كل أسبوع في يحكي أننا من التلفزيون المصري القناة الأولى وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج بتكون معروضة أغلب فترات الحلقة علشان ترجعوا لأي جزء سابق من محتوى حلقتنا أو أنكم تبعثوا لنا أسئلة عايزين نحن نجاوب عليها وأنا بخصص حلقات كاملة للإجابة على سئلة حضراتكم أو أنكم تقترحوا علينا موضوعات أو ضيوف تحبوا أن حضراتكم تستزيدوا كده من علمهم الأسبوع الماضي الحقيقة بدأنا رحلة كده تنويرية جميلة ومؤثرة جداً جداً لأنها كانت عن القلب وكل ما يتعلق بعوامل الخطر أو العوامل المحفزة للإصابة بأمراض القلب بشكل عام وتحديداً أمراض الشريان التاجي وهي أكثر أمراض القلب شيوعاً كان ضفنا وكان صاحب المكان في الحلقة السابقة وهو ضفنا أيضاً في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور سامح محمد شهين العالم الكبير وهو أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة عين شمس وزميل الجمعية الأوروبية لأمراض القلب وزميل الجمعية الأمريكية للأسطرة التداخلية والرئيس الأسبق لجمعية القلب المصرية اتكلمنا الحلقة السابقة مع حضراتكم عن أنواع أمراض القلب بشكل عام زي ما قلتلكم ثم بدأنا بأكثر هذه الأمراض شيوعاً وهي أمراض الشريان التاجي عرفنا أسباب الإصابة وعوامل الخطر المحفزة للإصابة وتكلمنا عن قصور الشريان التاجي المستقر بكل تفصيل وتكلمنا يعني التفصيل ده كان سواء في الأعراض أو التشخيص أو الوقاية وأكيد في العلاج وتكلمنا أيضاً مع حضراتكم عن قصور الشريان التاجي الغير مستقر أو الحاد ودي الحالة الأخطر وعرفنا معلومات كتيرة جداً عن هذه الحالة الخطيرة وكيفية التعامل الطبي معها ومع جلطات القلب والتطور الكبير اللي حصل في وسائل التشخيص والعلاج وختمنا كلامنا مع حضراتكم عن تفاصيل كمان حياة المريض بعد العلاج من هذه الحالة الخطيرة يعني أرجونا حضراتكم ترجعوا لمحتوى حلقتنا السابقة على وسائل التواصل هتلاقوا الحلقة كاملة أو مقسمة أجزاء وإن شاء الله تستفيدوا منها وزي ما قلتلكم أو يعني كان عندي رجاء لكم في نهاية الحلقة السابقة إنكم مش بس تتابعوا هذه الحلقة أو تتفرجوا عليها ولكن أنتم كمان أنشروها في المحيط بتاعكم أنشروها لكل الأقارب والأصدقاء والمعارف اللي عندهم شبهة أمراض قلب أو عندهم أمراض قلب هيستفيدوا من هذه الحلقة جدا وإن شاء الله كمان هيستفيدوا من حلقتنا النهاردة جدا جدا النهاردة بنكمل زي ما قلتلكم رحلة التنوير والوعي اللي بدأناها مع ضفنة العزيز وهنتكلم فيها إن شاء الله عن أمراض سمامات القلب ويعني الأنواع بتاعتها والإصابات وكده وأنا نكلم عن موضوعات أخرى لكن خلينا نبدأ بالترحيب مع الدكتور سامع أهلاً وسهلاً دكتور سامع محمد أهلاً دكتور محمد وبنشكر حضرتك جداً على وقتك وعلى وجود حضرتك معنا الأسبوع الماضي لا أنا شاكر لدعوتك وسعيد بوجودي في برنامج مميز زي كده ولقاء السادة المشاهدين الله يخليك